السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية اليوم بدنا نشح درس التلوث المائي لمادة الجورافية للصف التاسع اول اشي بدنا نعرف شو هو التلوث المائي بدنا نحكي عن انواعه في عندي نوعين للتلوث المائي بعدين بدنا نحكي عن مصادر التلوث المائي بدنا نحكي عن الاثار الصحية للتلوث المائي والامراض اللي بيسببها تلوث المياه بعدين بنا نحكي كيف بإمكانه نعمل أو نحد من تلوث المياه وآخر إشي بنا نحكي عن حماية البيئة هلا بداية أول إشي بدنا نعرف التلوث المائي التلوث المائي تعريفه أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه بحيث بتغير لونه أو طعمه أو رائحته بطريقة يا مباشرة أو غير مباشرة طبعا بأثر سلبا في الكائنات الحية ويجعل المياه غير صالحة للاستخدام ها تعريف التلوث المائي بحكي لي ينقسم التلوث المائي لنوعين عند تلوث طبيعي يظهر في تغير درجة حرارة المياه أو زيادة ملوحته يعني إذا زادت ملوحته الماء بصير فيه عند تلوث طبيعي أو زادت المواد العالقة فيه بصير فيه عند تلوث طبيعي النوع الثاني لهو التلوث الكيميائي طبعا بتتعدد أشكاله يا بصير فيه عند تلوث بمياه الصرف الصحي أو تختلط المياه بالتسرب النفطي بصير فيه عند تسرب للنفط في المياه فبيؤدي لتلوث مائي أو التلوث الناتج عن المخلفات الزراعية جراء استخدام المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية هلا بنا نحكي عن مصادر التلوث المائي عندي النفايات مخلفات المذارع مياه الصرف الصحي الحيوانات والنباتات الميتة المصانع تسرب النفط المعالجات الكيميائية وسائل النقل والروائح الكريهة كلها من مصادر التلوث المائي وكلها بتلوث المياه هلا بدنا نحكي عن الآثار الصحية للتلوث بحكيلي في الكتاب في عندي آثار صحية لتلوث المياه منها بسبب عندي أمراض التفؤيد والأميبيا والديدان التي تسبب الإسهالات الناتج عن الإصابات بالمايكروبات بحكيلي ويتسبب تلوث المياه الشاطئية في ظهور الطفح الجندي والالتهابات التنفسية وحمرار العين في حين أن تلوث المياه بمواد كيميائية يسبب بالسرطان ومشكلات في الجهاز العصبي ووظائف الكلا والكبد هلا بدنا ننتقل أعزائي إلى الإجراءات الوقائية أو الإجراءات التي يمكن اتباهها للحد من تلوث مصادر المياه بحكيلي عشان نحافظ على المياه عن طريق إيقاف الصنبور عند سكب المياه غير اللازم مما يساعد على ترشيد استهلاك المياه ويقلل من كمية المياه الملوثة التي تحتاج إلى المعالجة كن حذرا مما يرقى في المصارف والحمامات وبخاصة مسحوق الغسل ومواد التنظيف المنزلية ومستلزمات النظافة والدهانات والزيوت وغيرها من أشكال القمامة لأن كلها بتلوث المياه عدم الإفراط في استعمال المبيدات والأسمدة في حديقة المنزل تنظيف القمامة القريبة من الشواطئ أو القريبة من مصادر المياه وإلقاؤها في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها في مصادر المياه المختلفة المختلفة أسفة هل بنا نحكي معلومة بحكي لي إياها في الكتاب هل تعلم أن تلوث المياه يهدد بنقص الغذاء العالمي بنسبة 10% سنويا أي ما يعادل فقدان نحو 160 مليار متر مكعب من المياه النظيفة وفي حال عدم مواجهة هذا التلوث فإن المجاعات وعدم الاستقرار الأمني والحروب ستعم العالم هل بحكي لي في عندي منظومة أو منظمة اسمها منظمة الأمم الأمومة والطفولة لهليونسيف أعلنت بعام 2013 أن 2000 طفل دون الخامسة يموتون كل يوم نتيجة أمراض الإسهال على مستوى العالم منهم نحو 1800 حالة وفترتبت بتلوث المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية لذا فإن أكثر من 80% من الأمراض المنتشرة في العالم سببها المياه الملوثة اللي بيشربها الإنسان ولي بيعود سببها للتلوث الملوثات أو تلوثها للملوثات الكيميائية والحيوية نهاية وفي آخر الدرس رح نحكي كيف باستطاعتنا أنه نحمي البيئة عندي ثلاث جوانب أول إش التشريعات البيئية ماشي على مبدأ أن الملوث يدفع أي أي يعني أي بني آدم مسؤول عن تلوث لازم يدفع ضريبة لقاء الضرر لألحقه بالبيئة طبعا في الكتاب بيحكي للملوث يدفع أي جعل الطرف المسؤول عن حدوث التلوث مسؤولا عن الدفع لقاء الضرر الذي ألحقه بالبيئة ثاني جانب اللي هي التربية البيئية اللي هي بترتبط بتنمية وعي المواطنين بالبيئة والمشكلات المتعلقة بها وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة لحماية بيئتهم آخر إيش بنا نحكي عن الإدارة البيئية الحكيمة اللي بتتمثل في البيئة في الإدارة البيئية العقلانية المنضبطة للموارد الطبيعية لما لها من أثر في الحد في الدهور البيئي آخر معلومة بنا نحكيها أنه هل تعلم أن فردا واحدا بين خمس أفراد في العالم محروم من الماء أن فردا واحد من فردين في العالم يستخدم مياه نقية هناك 3.4 مليون نسمة نصفهم أطفال يموتون سنويا بسبب الإصابة بأمراض إثر استخدام أو شرب مياه غير نظيفة وهيكا بنكون أنهينا درسنا يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر